بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله الطاهرين نبتدئ بتعريف الباحث وخير ما نبتدئ بتعريفه بأنه خادم للإمامين الجوادين عليهم السلام هو الشيخ الدكتور عماد موسى الكاظمي حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم القرآن من الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية لندن فرع العراق عمله الحالي أمين أو مدير مكتبة الجوادين العامة في العتبة الكاظمية المقدسة له نشاطات علمية كثيرة أوراق بحثية مشاركات في العديد من المؤتمرات سيشرح الآن ببحثه الموسوم الإصطفاء الإلهي لآل محمد صلى الله وسلم عليه في رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قراءة تفسيرية عقدية موازنة فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد صلاة طاهرة زاكية نامية السلام على مولانا أبي عبد الله الحسين وعلى أخيه أبي الفضل عباس ورحمة الله وبركاته السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي شرفنا بالثقلين بالقرآن والعترة بحثنا الذي وفقنا إليه وذلك فضل الله تعالى علينا هو الاصطفاء الإلهي لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم في رواية الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قراءة تفسيرية عقدية موازنة الموضوع الأول قبل أن أدخل في البحث أحببت أن أبين أهمية البحث في العقيدة لا يخفى على السادة الحضور ومنهم نتعلم أن مسألة العقيدة مسألة مهمة جدا وهي جزء من شخصية الإنسان المسلم بصورة عامة ويجب عليه أن يبحث عن عقيدته أمام الله عز وجل أو بما يدين الله عز وجل بها وأن يراجع عقيدته ويتأمل فيها لأهمية ذلك فلذلك البحث في هذا الموضوع هو من المباحث أو من البحوث المهمة لأنها تتعلق بجزء مهم من شخصية الإنسان التربية العقدية طبعا لا يخفى على الجميع التربية بصورة عامة تكون على موضوعات متعددة مرأة تربية في المعنى العام نحن أردنا أن نسلط الضوء على التربية العقدية هل نحتاج إلى تربية عقدية للمجتمع؟ طبعا يقينا في مثل هذه الظروف التي نحن فيها الآن والانفتاح والشكوك والعدو وما يسلط الضوء على شبابنا بالذات نحتاج إلى تربية جديدة تقوم على أساس العقيدة على أساس أن نعرفهم عقيدتهم وأن نرسخ فيهم العقيدة لنحصنهم من تلك الأمور التي تأتيهم أهمية الرجوع إلى روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فهم القرآن الكريم أو في ترسيخ العقيدة هذا أمر بديهي فحديث الثقلين يؤكد ذلك ولا أحتاج حديث الاصطفاء الذي حاولت أن أكتب فيه طبعا هذا الحديث هو حديث للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في محضر المؤمون عندما يسأل طبعا في محضر المؤمون سوف أذكر جزء من هذه الرواية عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني المدار يدور حول هذه الآية المباركة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من هم العباد؟ العامة قالت العباد هم الأمة والإمام سلام الله عليه يقول العباد هم الأئمة فنحن ندور حول هذا المدار أو الإمام الرضا صلوات الله عليه يدور حول هذا المدار هذا الحديث طبعا مصدره الأساس الأول كما حسب التتبع الأولي هو تفسير العياشي المتوفى عام 328 وبعد ذلك المصدر الآخر هو الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه المتوفى عام 31 فهنا الموضوع حول هذا الأمر الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث الذي يعد طبعا من عيون أحاديث الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق في الجانب العقيدة يحتاج منا أن ندرس هذا الحديث يحتاج منا أن نبين هذا الحديث الإمام سلام الله عليه يبين أن الله تعالى قد اصطفى الأئمة عليهم السلام في 12 موضعا في القرآن ظاهرا وإلا باطنا الإمام لا يسلط الضوء على ذلك فهنا هذا الحديث يبين لنا تلك الموارد التي استشهد بها الإمام عليه السلام من خلال القرآن الكريم ولما كان القرآن الكريم هو مصدر التشريع ولما كان القرآن الكريم هو المصدر الأساس لمعرفة عقيدتنا فعلينا بالتالي أن ندرس هذه الآيات المباركة الوارد عن ثقل القرآن وهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم طبعا الإمام سلام الله عليه هذه الروايات وأغلب هذه الروايات طبعا الأخوة العزاء السادة يعرفونها بعضها لم تكن مشهورة جدا بما وردت في الروايات المورد الأول الآية الأولى التي سلط عليها الضوء إمامنا رضا عليه السلام هي آية الإنذار وهذه الآية هي مهمة جدا لا يخفى عليكم هي هو التأسيس للإمامة منذ بداية البعثة النبوية ومن ثم آية التطهير وثالثا آية المباهلة يستشد بالإمام الرضا عليه السلام والمورد الرابع آية البيوت قبله وهذا الذي سوف أسلط علي الضوء في هذه الدقائق والمورد الخامس آية حق المودة القربة والمورد السادس آية المودة والمورد السابع آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمورد الثامن آية الخمس والمورد التاسع آية أهل الذكر والعاشر آية التحريم والحادي عشر آية مؤمن آل فرعون والثاني عشر آية الصلاة والاستبار عليها هذه الموارد الإمام الرضا عليه السلام يقول للحاضرين من العلماء الذين كانوا في محضر المأمون أن جميع هذه الآيات هي تسلط الضوء على آل محمد وتبين مقامهم ومنزلتهم من قبل الله عز وجل طبعا الرواية بدقيقة واحدة أذكر جزءا منها لأنها رواية طويلة أكثر من صفحات ثمان قال المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقال العلماء الذين كانوا حاضرين في محضر المأمون أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها يعني الله تعالى اصطفى الأمة كلها فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن فقال الرضا لا أقول كما قالوا ولكني أقول أراد الله تبارك وتعالى بذلك العترة الطاهرة الله اصطفى كما في قول تعالى أن الله اصطفى آدم وكما في شعار المؤتمر حقيقة شعار رائع جدا هو النبوة والإمام الصنوان لا يفترقان أمران متعلقان بالله تعالى ليس متعلق بأحد الآن الإمام سلام الله عليه قال الرضا فسر الاستفاء في الظاهر سوى الباطن في 12 موطنا وموضعا يذكر الإمام سلام الله عليه هذه الموارد التي مررت عليها سريعا وهي الموارد المتعددة ابتداء من آية الانذار وكما مر علينا يوم أمس هي آية المباهلة ويستشد به الإمام سلام الله عليه نحن أردنا أن نسلط الضوء على هذه الرواية وعلى كل موارد من خلال العقيدة ومن خلال التفسير في قراءة موازنة والأساتذ أفاضل يعلمون ما هي معنى الموازنة ويفتح المجال طبعا للباحثين في دراسة مقارنة أنا من فضل الله تعالى في العام السابق كتبت في الموارد الستة الأولى وبيدي كتبت لعل الله يوفق باحثا آخر فيبحث في الموارد الستة الأخرى وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك الذي كتب بيده أيضا يبحث في الموارد الستة الأخرى فتنتهي بذلك ما يتعلق في الموارد الاثني عشر الإمام سلام الله عليه في هذه الآية بالذات أخواني عزيزي طبعا بعضها هو معلوم وبعضها أدعي أنه قليل يذكر قال الإمام الرضا عليه السلام وأما الرابعة من الموارد التي اصطفى فيها آل محمد فإخراجه الناس من مسجده ما خل العترة حين تكلم الناس في ذلك وتكلم العباس في رواية وفي رواية الحمزة فقال يا رسول الله تركت علي وأخرجتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا تركته وأخرجتكم ولكن الله نؤكد هنا أن الله اصطفى ولكن الله يعني تساوي الألفاظ ويتعلق بما يتعلق بالله عز وجل ولكن الله تركه وأخرجكم وفي هذا بيان الكلام للإمام الرضا عليه السلام وفي هذا بيان قوله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى ما علاقة هذا الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى بالموضوع هنا قال الإمام الرضا قال عليه السلام قول الله عز وجل هنا الآية القرآنية التي يستشهد بها الإمام سلام الله عليه وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبله هنا الموضوع آية القبلة أنا سميتها أو سميت حديث القبلة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبله الإمام هنا يقول ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى وفيها أيضاً منزلة علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكلام للإمام الرضا ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول الله حين قال إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا كذا إلى آخر قوله تعالى طبعاً هنا يذكر الإمام الرضا عليه السلام عندما نأتي إلى التفاسير القرآنية في موضوع هذه الآية آية واجعلوا بيوتكما قبلة هذه الآية حقيقة عندما نتأمل الله عز وجل يأمر موسى وهارون يجعل بيته قبله والإمام الرضا عليه السلام يوازن ما بين هذه الآية المبارك وما يتعلق بمنزلة أمير الممنين علي بن أبي طالب عليه السلام تحتاج إلى تأمل عندما نرجع إلى التفاسير أو طبعاً عقيدتنا واضحة عقيدتنا أن الإمامة هي امتداد للنبوة عندما نرجع إلى التفاسير التفسير الأول من تفاسيرنا هو تفسير العياشي ينقل هذه الرواية عن أبي رافع إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية التي أنا أقول لعله تكون قليلة ترد على الأسماع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس إن الله أمر موسى وهارون أن يبني لقومهما بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه كذا وأن علياً مني بمنزلة هارون وذريته من موسى فلا يحل إلى آخر قوله أن لا قال إلا علي وذريته فمن ساءه ذلك فها هنا هذه الرواية تكملة الرواية فمن ساءه ذلك فها هنا وأشاره في الرواية يقول بيده إلى الشام طبعاً هذه الرواية رواية واضحة رواية من الروايات الخاصة أيضاً تنقل عن الإمام الرضا عليه السلام من الروايات العامة السيوط المتوفى 910 ينقل سبع روايات فيما يتعلق في تفسير هذه الآية المباركة واحدة من هذه الروايات هي أيضاً هذه الرواية ويرفعها أو يذكرها عن أبي رافع بسنده الخاص إذن هذه الرواية وردت في تفاسير العامة والخاصة الفيض الكاشة طبعاً بعض العلماء كلهم ينقلون منه النتيجة من هذا الموضوع هناك علاقة وثيقة فيما يتعلق بين أمير الممني عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما العلاقة بين هارون من موسى في الحديث الشريف وكما لها علاقة في هذه الآية المباركة هل هذه الآية المباركة ذكرت فقط عند المفسرين طبعاً لم تذكر فقط عند المفسرين عندما نرجع إلى المحدثين في كتب الأحاديث نرى أيضاً هذه الروايات قد استشهد بها بل قد استشهد بأكثر منها المغازلي في كتابه الشافعي طبعاً في كتاب مناقب الإمام علي عليه السلام المتوفى 483 يعني في القرن الخامس الهجري يذكر هذه الرواية طبعاً رواية طويلة إلى أن جزء أذكر بعض أجزاء هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر بغلق جميع الأبواب ويبقى باب علي عليه السلام هناك كان وجد عند بعض الصحابة عند بعض أهل البيت جاء عمه وعاتبه هنا قال طبعاً الإمام عليه السلام كان لا يعلم أهله منهم أم من غيرهم هنا قال له النبي كما في رواية مثل ابن المغازلي يقول قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسكن طاهراً مطهراً والله إلى أن يقول لهم والله ما أعطاه إياه إلا الله يعني هذه المنزلة التأكيد على أن هذه المنزلة وهذه المنقبة هي ليست اجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرف البعض ودرس البعض هل أن النبي يجتهد أم لا يجتهد وهذا موضوع عند الأخوة الأفاضل يعلمون ذلك إلى أن يقول قام النبي خطيباً فقال إن رجالاً يجدون في أنفسهم في أني أسكنت علياً في المسجد والله ما أخرجتهم ولا أسكنته إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة هذا المقطع هذا الذي يحتاجه أنه الاستشهاد بنصل الآية المباركة التي ذكرها الإمام الرضا عليه السلام إلى أن يقول وعلي عليه السلام هو مني بمنزلة هارون من موسى طبعاً هذا الرواية أنا ذكرتها في البحث رواية كاملة الرواية فيها جو عام وفيها جو خاص ولو أردنا أن ندرس الجو العام والجو الخاص والحالة النفسية للجو العام والجو الخاص سوف نخرج بنتائج متعددة هذا رواية أولى رواية ثانية ينقلها بسند ثاني إذا صار الوقت قريب إلا أذكر في رواية ثانية أيضاً بسند ثاني يذكر ابن المغازي لهذه الرواية وفي سند ثالث طبعاً في هذه الرواية يقول فإني أمرت بسد هذه الأبواب لم أكن أنا أمرت ولكن الله أمرني نؤكد على هذه الألفاظ أن الأمر متعلق بالله تعالى إن الله اصطفى إن الله أمرني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك فمن حاجك فقل تعالوا الأمر أمر الإمامة كله متعلق بالله عز وجل إنما يريد الله لو تأملنا في هذه الألفاظ التي يستعملها القرآن الكريم لرأيناها ألفاظ تدل على المقام الإلهي لأهل البيت عليهم السلام طبعاً وفي سند ثالث أيضاً ابن المغازي ليذكر رواية أخرى وما يتعلق أؤكد بهذه الآية المباركة المتعلقة بمنزلة أمير الممنين عليه السلام طبعاً هذه الحديث المنزلة من الحديث المشهورة لا يخفى عليكم ذكر من الخاصة ذكره شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه شيخنا الصدوق ذكره أيضاً رضوان الله تعالى عليه المسلم بن الحجاج أيضاً ذكره في صحيحه البخاري ذكره والبخاري ذكر رواية أنت مني بمنزلة هارون من موسى بسبعة عشرة سنداً يعني سبعة عشرة رواية ذكرها البخاري فيما يتعلق بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى طبعاً روايات متعددة أنا ذكرت كما أسلفت رواية واحدة أحببت أن أؤكد على العلاقة الوثيقة ما بين الثقلين ما بين القرآن وما بين العسرة هذا جانب وأحببت أن أؤكد على أهمية الرجوع إلى هذه الروايات ودراسة هذه الروايات لا دراستها من حيث الألفاظ فقط ممكن هذه الروايات تدرس من جوانب متعددة واحدة من تلك الجوانب هي التربية العقدية التي نحن نحتاج إليها والتي نثبت من خلالها مدى تمسكنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأن هذا التمسك بهم هو ليس أمراً عاطفياً وأنما هو قائم على أسس ثابتة في العقيدة أسأل الله تعالى أن تكون محاولة موفقة وأن تكون محاولة تفتح المجال أمام أخوتنا الأعزاء الذي أنا بكل تواضع أقول نحتاج إلى دراسة روايات أهل البيت دراسة جديدة من جوانب متعددة روايات أهل البيت ممكن أن تدرس من جوانب متعددة وهي مجال لجميع الباحثين وأشكر الأخوة والسادة القائمين على هذا المؤتمر الذي هو أنا أقوله وأدين لله عز وجل أنه ثورة علمية فيما يتعلق بالإمامة أسأل الله تعالى أن تكون انطلاقة ولا تقف عند حد بحق محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجناب الشيخ الدكتور عماد الكاظمي على عرضه هذا وأشكره أيضا لأنه التزم بما خصص له من وقت الآن المداخلات على هذا البحث إذا كانت هناك ثمة مداخلة سلام عليكم ورحمة الله مصطفى مصري العاملي أحسنتم وأجدتم شيخنا فيما ركزتم عليه من أن المنطلق لتقييم أي فرد هو الجانب العقائدي وما فصلتم فيه من أبعاد الرواية بأبعادها العقائدية ولكن ورد في بداية كلامكم ونهايته مفردة عبرتم عنها بالتربية العقائدية أو التربية العقائدية ألا ترون أن في ذلك تناقضا مع المنطلق الأساس باعتبار أننا ندرك تماما أن التربية لها أنماط متعددة ومنطلقات كل تربية بعدها العقائدي فعندما نقول أننا نريد أن ننطلق في تربية عقائدية فهي تكون لاحقة للعقيدة وليست منطلقا للعقيدة فالعقيدة أولا ثم نتحدث عن الصور التربية ألا يكون في ذلك دور فيما ذكرتم فيه أن العقيدة التي يجب أن تكون أولا انطلقنا من الجانب التربوي لتحديد العقيدة وكما تعلمون أن التربية متعددة الأنماط وشكرا جزاك الله جناب الشيخ شكرا جناب الشيخ متفضل طبعا إذا كانت هناك مسامحة في الألفاظ فيقينا كما تفضلت العقيدة هي المسألة الأساس والعقيدة أنا قلت هي جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان المسلم فبما أن هذا الجزء لا يتجزأ فيقينا يجب أن نبدأ بذلك الجزء لكن بصورة عام أنا أيضا قلت التربية العقيدية باللفظ العام وليس باللفظ الخاص أننا نحتاج يعني من خلال أدعي من خلال تواصلنا مع المجتمع مع شبابنا بالذات بالذات مع الشباب نحتاج نعرفهم العقيدة نعم هذه مسألة أساسية وثابتة وراسخة لا يمكن يجب علينا أن نراجع عقيدتنا إن قلنا في كل يوم هذا مسامحة في كل لحظة يجب علينا أن نراجع عقيدتنا فأنا عندما أقول تربية المجتمع تربية عقدية لا أقصد ما تفضلتم به وإنما الأساس هو أن نبني العقيدة عند المسلم بصورة عامة وما يتعلق بالإمامة بصورة خاصة ثم نربيهم كيف يتعرفوا على ذلك جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم جزيتم خيرا شيخنا الموقف أفوان أفوان على تعبير شائع ورائد جدا ينبغي التأمل في حديث الثقلين الصحيح حديث الثقلين أو حديث الثقلين وليس الثقلين ملحوظة بسيطة ولكنه لا بأس بمراعاتها فإن حديث الثقلين له معنى آخر ما شرعتم به في هذا البحث شروع موفق وهو الإشارة إلى هذا المنهج منهج الرابط والعلاقة بين القرآن وبين الحديث الشريف نرى الإمام الرضا سلام الله عليه قد أسس لهذا المنهج في هذا الحديث الذي ذكرتمه وهذا منهج سليم ينبغي للباحثين أن يلاحظوه في بحوثهم وهو أنصر قوة في تراثنا الروائي وفي تراث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أذكر ملاحظة بالنسبة أو ملحوظة صحيح أذكر ملحوظة بالنسبة إلى هذا البحث لعلكم ذكرتموه لا أدري أن البحث ليس بأكمله موجود بين أيدينا فقط الملخص وهو ذكر الآراء والاحتمالات والتفاسير المخالفة والإجابة عليها يعني مجرد أنه نذكر ما ذكره الإمام الرضا سلام الله عليه مثلا بالنسبة إلى هذه الآية واجعلوا بيوتكما أو بيوتكم قبلة وهناك تفسير رائج أيضا المراد بالقبلة التقابل بين البيوت وليس القبلة بمعنى جعل شيء أمام الواقف على أي حال اتكمالا وإتماما للبحث إذا كان هناك إشارة إلى التفاسير الأخرى لتقوية ما ندعيه وما نستفيده من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وأيضا لسد الأبواب أمام التشكيكات والشبهات التي تنطلق من هنا وهناك وشكرا شكرا جناب الشيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عليكم السلام السلام عنوان البحث الأخ الكريم البحث يدخل في الجانب القدسي في حياتي أئمة أهل البيت سلام الله عليه هناك جوانب متعددة في حياة أئمة أهل البيت هذا البحث يدخل في الجانب القدسي وهو الإصطفاء هذه مسألة جدا مهمة وفي مقدمة الحديث تحدثتم عن التربية العقدية وحقيقة هناك هجمة التي أسميها من أنصاف العلماء أنصاف المثقفين على هذا البعد القدسي في حياة الأنبياء وفي حياة الأئمة فكنت أتمنى وهذه إن شاء الله في المستقبل أن يضع الباحث خطوات عملية لتطبيق نتائج هذا البحث على طبقات المجتمع المختلفة يعني كيف نرب المجتمع بطبقاته المختلفة صغار كبار نساء رجال كيف نرب المجتمع على هذه الجنبة وهي الجنبة القدسية في حياة الأئمة سلام الله عليهم أو الأنبياء من قبل ذلك فهذه مسألة جدا مهمة وهذه توصية حتى للأخوة في اللجان التحضيرية والعلمية أن يكون هناك تركيز نحن لسنا الآن يعني بحاجة العلماء المفكرين كتبوا كثيرا عن النظريات فيما التربية العقدية في جوانب مختلفة حتى بالجانب القدسي ولكن إنزال وإفراغ هذه النظريات وتطبيقها على طبقات المجتمع المختلفة التي هي مستهدفة من قبل المشككين من قبل المرجفين هذا أمر أنا أعتقد جدا مهم ويجب أن يأخذ بنظر الاعتبار جزاك الله خير الجزاء وأسأل الله توفيق للجميع هذا سيدنا اللي أنا أقول نحن نحتاج في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة أن نراجع العقيدة نحتاج أن نعتني بالمجتمع حقيقة يعني العلم يكون بالقرب من الشباب سوف يطلع على بعض الأفكار التي غريبة جدا لا أقول غريبة فقط بعضها غريبة جدا حقيقة فضلا عن الإعلام المسلط والإعلام الموجه لهذا الأمر فيقينا أن نحن من خلال هذه المؤتمرات نحتاج إلى خطوات عملية لكي نتحدث مع أبنائنا في هذا الجانب جزاك الله شكرا جزيلا جناب الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله وصدر شكرا لهذا العرض الجميل وهذا التقديم الذي أفادنا كثيرا في مرويات التي رويت عن الإمام الرضا في هذا الموضوع الحساس والملاحظة التي أردت التنبيه عليها وهي فكرة الإصطفاء الإصطفاء من الموضوعات العقدية المهمة جدا قد ينصر في الذهن لدى جميع السامعين والقارئين على أن الإصطفاء مخصوص بالأنبياء في حين في عقيدتنا أن الإصطفاء يمتد إلى الإمة المعصومين عليه السلام ولذلك أنا يعني كنت أتمنى أن تسلط الضوء على قضية إصطفاء الأئمة بالأدلة القرآنية وبالأحاديث النبوية لكي يكون هذا الإصطفاء واضحا ومفهوما لدى من لا يدرك إصطفاء الأئمة وأقترح أن يكون عنوان للمؤتمرات القادمة منصبا على إصطفاء الأئمة لأننا بحاجة إلى تعميق فكرة الإصطفاء الإلهي للأئمة المعصومين وشكرا شكرا جزيلا جزيلا جنة بزاك الله خير دكتور طبعا بالمناسبة طبعا أنا بمحظر الأساتذة ماذا تحدث عن الإصطفاء أمر ثابت لديهم يعني كناقل التمر فبالتالي أنا أحببت إشارات في موضوع الإصطفاء وإشارات إلى أن الأئمة عليه السلام ما هو دورهم في هذا الجانب وفسح المجال أمام الرجوع إلى الروايات حقيقة الروايات أستطيع أن أقول إما بعضها تهجر وإما بعضها تأخذ من زاوية بسيطة معينة وإما يسلط الضوء على جزء معين منها هذه الآية بالذات هذه الآية يعني أنا من وجهة نظر أرى أن التسليط الضوء عليها قليل هذه الآية وعلاقتها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني بمنزلتها من وجهة نظري أرى ذلك أن التسليط الضوء عليها قليل لذلك أحببت في خلال هذه الدقائق أن أبين هذا الأمر ولا طبعا يقينا الاصطفاء أمر ثابت لدى الجميع هذا الأمر مهم جدا يعني أنا لعله في نصف دقيقة يسمح للدكتور يعني مسألة الإمام أخواني يعني مسألة واضحة في القرآن الكريم أن الأمر متعلق بالله تعال أنا يوم أمس كنت أتحدث مع بعض الأخوة الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونبتهل لو ثم نبتهل ثم نبتهل يعني على فهمي لا أقول تفسير إن لم يحضر هؤلاء لا مباهلة إن لم يجتمع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لا مباهلة يعني إن لم يجتمعها ولا نصر للدين علينا أن ندرس هذه الموضوعات ثم نبتهل وليس ونبتهل يعني الله تعالى يقول أقولها وأنا معتقد بذلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يحضر علي وفاطمة والحسن والحسين لا تباهل هذا بعد ماذا يقول القرآن الكريم وماذا يقول النبي عندما يقول إن أنا دعوت فأمنوا هذه كلها بصراحة يعني واضحة لكن الذي لا يريد أن ينظر هذه مسألة نحن في هذه المشكلة الآن جزاكم الله خلو جزا المداخلة الأخيرة بإجاز آخر مداخلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الكريم عفوا الأستاذ الدكتور نعم الموسى وجامعة ميسان كلية التربية سماحة الشيخ تحدث في البدء عن التربية العقدية وقال هي جزء مهم من الشخص أو الإنسان المسلم على حد علمنا القاصر لا تقتصر فقط على الإنسان المسلم وإنما حتى على باقي الأديان كديانة النصرانية واليهودية وغيرها كل ديانة إلها محتقد وحتى في عالمنا اليوم الكثير من هناك اللي يحتقد بأمور ربما خرافية فيجز من حياة أي إنسان لا تقتصر فقط على الإنسان المسلم الشيء الثاني شيخنا تحدثت عن كلمة الإصطفاء وأخذتها بكتب التفسير وكتب الصحاح والحديث بإجمال نعم بإجازة إلى القصد هل كلمة الإصطفاء ومصلحة الإصطفاء ألا يوجد لها ذكر في كتب التواريخ كتاريخ الطبري تاريخ العقوبي غيره فقط تؤخذ من كتب التفاسير والأحاديث طالما هو بحث وربما يكون هناك يشتم البحث على الأخذ من كل المصادر وتدعمها حتى تكون الخطة أو خطة البحث أو منهج البحث تكون شكرا جزيلا أحسنتم أحسنتم طبعا المسألة الأولى العقيدة تتعلق بكل إنسان يقينا هذه مسألة بجهية لكن نحن نتحدث عن الشريعة الإسلامية المقدسة في هذا الوسط الجانب الآخر في التاريخ هذه المؤتمرات تفسح المجال طبعا للآخرين كلهم باختصاصه إن شاء الله الذي يريد أن يدرس في التاريخ هناك اقتصاص ولعله يرى ذلك الأمر في التاريخ طبعا موضوعنا كان فيما يتعلق بالتفسير والعقيدة شكرا جزيلا الله يسلم شكرا جزيلا أعسف أعقاد الله أعكم الله أعكم الله